السيد الرئيس الحضورة الكرام مشروع وادي الشيح هو نتاج تعاون الدولة مع شركات القطاع الخاص التي كان لها الدور البارز في المساهمة في توطين أحدث التقنيات الجديدة والحديثة في مجال الزراعة المحمية والمكشوفة والتي تهدف إلى تحسين الإنتاجية للفدان للعديد من المحاصيل المختلفة كلمة المهندس محمد جمال غريب رئيس مجلس إدارة شركة مودرن فارمينج للاستثمار الزراعية بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحضور الكريم شرف كبير لي كأحد مستثمر الكطاع الخاص أنا أكون موجودة اليوم مع سيادتكم في فعليات احتفالية حصاد أهم سلعة استراتيجية في حياة المصريين إنه الزهب الأصفر القمح بعظم مشروع زراعي أولته الدولة عناية خاصة إنه مشروع جنوب الوادي بإنتاجية متوقعة لأكثر من مليون تن قمح تساهم في سد جزء كبير من احتياجات الدولة حقيقة تواجه بلدنا الحبيبة مصر الكثير من التحديات والمصاعب خاصة في قضية الحفاظ على الأمن الغذائي فهي قضية عالمية ومصر ليس بمعزن عن العالم الذي نعيش فيه لذلك فإنني كمستثمن من القطاع الخاص المصري وبخبراتنا في الزراعة وأخذنا قرار تنفيذ مشروع زراعي متكامل يحقق طفرة وخطوة للأمام ليكون مركزاً لنقل أحدث النظم الزراعية العالمية والتدريب عليها ليساهم في سد الفجوة الغذائية السيد الرئيس كانت بداية مصرعة وادي الشيح بمركز بداري بمحافظة أسيوت بصعيدة مصر حيث بدأت الحكاية منذ أخصر من ثلاثون عام في أرض صحراوية شديدة الإجهاد وغاية في الصعوبة غير مستوية ومتحجرة وبها الكثير من الحشائش والأشجار البري تعاني من ارتفاع نسبة الملوح وبنية تحتية غير مكتملة هكذا كان حجم التحدي وده اللي خلى معظم الناس يا فاندم قالوا انه مستحيل الزراعة في المشروع ده ومن خلال رجال الشركة وبالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وباستخدام أسس الزراعة الرقمية الحديثة المبنية على العلم الحديث من تكنولوجيا المعلومات والزكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعض مكننا المولى عز وجل ونجحنا في التغلب على كل المزاعب والتحديات وجهزنا عشر تلاف فدان يا فاندم حيث تم إزالة 73 مليون متر مكعب من الحجارة نقل 25 مليون متر مكعب تربة لأعمال التسوية إحلال تربة 19 مليون متر مكعب تنفيذ معالجات كيميائية وطبيعية لتخفيض نسبة الملوحة بالتربة تجهيز بنية تحتية لكامل المشروع إنشاء شبخ الطرق بطول 85 كم شق وطبطين طرع بطول 3 كم مادة خطوط مياه بطول 126 كم إنشاء أحواط لتخزين المياه بطاقة تخزينية مليون متر مكعب مادة شبكة كهرباء وكابلات بطول 120 كم وبتوجهات من سيادتك فاندم تم استخدام أحدث وسائل الزراعة الرقمية الحديثة في العالم من الميكانة الزراعية ومعدات الحرس العامية ومنظومة إدارة الرأي الرقمية وطائرات المسح الطيفي لأول مرة في مصر وتركيب 45 جهاز رأي محوري صناعة مصرية من إنتاج شركة السويدي وطنية سهمت جميعها في زيادة معدلات الانتاجية والترشيد في استخدام المياه والأسمدة كانت النتائج مبيرة يا فاندم زرعنا 2000 فدان أمح بانتاجية 7500 تن بمعدل 25 أدب للفدان الواحد يا فاندم وهي من أعلى الانتاجيات في جمهورية مصر العربية وكمان بأعلى جودة يا فاندم بشهادة وزارة التومين والتجارة الداخلية وزرعنا 3000 فدان من الزرة الصفراء 1200 فدان زورة رفيعة 1400 فدان من الشعير 2120 فدان من الفاكهة والججوبة والخضروات 1000 فدان من البطاطس 500 فدان محاصيل علافية 500 فدان بصر 300 فدان سمسم 250 فدان بنجر سكر 250 فدان فول بلدي بالإضافة إلى النباتات الطبية والعطرية للتصدير التحقيق العقد الاتصادي الكبير كما تضم المصرع يا فاندم منطقة للبحوث والتطوير بإجمال يمسحة 50 فدان وده بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاستخدامها في تطبيق أحدث تجارب لرفع كفاءة العمليات الزراعية وتضم أيضا 1000 رأس أغنام عالية الإنتاجية 100 رأس مشيح حلاب عالية الإنتاجية أحواص سمكية الأسماك البورية والبولتي والطبار بإنتاجهم تن تن في الدورة وجاري توسع فيهم يا فاندم بعد ما أثبته نجح وجاري يا فاندم البدء في التعاون لإنتاج بزورة زورة رفيعة وزورة الصفراء والسمسم وقصب السكر بالمشروع فاندم في الموسم ده إن شاء الله سيادة الرئيس رغم كل الجهود المبزولة في التوسع في توسيع الرقعة الزراعية وزيادة المساحة المنزرعة بالقامح إلا أنها حتى هذه اللحظة توجد فجوة إنتاجية في القامح الذي دفعنا بالشركة إلى التفكير خارج الصندوق في محاولة لإيجاد حال علمي واقتصادي للتنفيذ يوفر على الدولة ملانين الدولارات فكرة الرخص يا فاندم في تجربة إنتاج خبز بلدي بخلطه بدقيقة زورة رفيعة بنسبة 20% مع دقيق الأمح تساعد في تقليل فطورة الاستراع تحت إشراف أساسية من وزارة الزراع ووزارة التمين والتجارة الخارجية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتي أدت إلى إنتاج خبز صحي عالي القيمة الغذائية للمواطن المصري والدورة الرفيعة فاندم بيتوسع في استخدامها عالمياً دلوقتي في إنتاج الأخذية الصحية وأخذية الأطفال سيادة الرئيس لن يتوقف حلمنا عند هذا الحد فأنا وزملائي بالشركة نخطط لزيادة حجم الاستثمار والعمل على القيمة المضافة لمنتجات المشروع بإضافة نشاط للتصنيع الزراعي ومضاعفة المساحة المنزعة لتصل إلى 20 ألف فداء بموجة خطة زراعية مدروسة بالتنسيق مع كافة الجهاد المعنية وتخصيص المقنن الماء اللازم وأيضاً عمل استثمارات جديدة في مناطق أخرى داخل جمهورية مصر العربية إن هذا الإنجاز تحقق بتوفيق من الله عز وجل وتوجهات ورعاية سيادتكم وجهود الرجال المخلصين من الشركة وفي نهاية كلمتي نعاهي سيادتكم على مصورة الجهد والعطاء وأطمئن سيادتكم إن أبنكم قادرون على تحقيق الكثير من الإنجازات مهما كانت الصعار سيادتك يا فندم اللي احنا شايفينه النهاردة دال من إنجازات ما يقدرش خطاع خاص يعمل بس نريد أن نشارك مع سيادتكم في الإدارة أو الإيجار أو استغلال هذه المشاريع الاستغلال الأمسل يا فندم حافظكم والله سيادة الرئيس ورعاكم وسدد على طريق الحق وخطاكم وحافظ الله مصر وشعبها العظيم استاذي سيادتك في افتتاح مسلم الأهل الحام الأحزاد الأمح من مشروع ودي الشيح مهندس عيسى سراج الدين تمام يا فندم شركة مون فارمينج للاستثمار الزراعي بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بمشروع ودي الشيح بمحافظة أسيوط تم بحمد الله تعالى زراعة ألفين فدان بمحصول القمح وباقل عشر ألاف فدان بمحاصيل مختلفة وتم بحمد الله حصات ألف وخمسمائة فدان بمتوسط إنتاجية خمسة وعشرين أردب للفدان سأستأذن سيادتك باستكمال الحصات هو أمر يا فندم